اشتركوا في القناة من مختلف دول العالم على المشاركة في عرض الأبحاث والدراسات العصرية المطروحة في مجال المباني المستدامة الموائمة للمتطلبات البيئية الحديثة يرى المختصون الماكثون في باحاث مجال المدن الخضراء أن المباني المستدامة من المحقق أن ينتج عنها بيئات أكثر صحية وإنتاجية العامل الأول الانخفاض الكبير في أسعار النفط ولذلك وجب تنويع مصادر الطاقة العامل الثاني الانخفاض الكبير في كلفة إنتاج وحدة الطاقة المتجددة العامل الثالث التزام كثير من الدول باتفاقية باريس للبناخ والمحافظة على البيئة والطاقة المتجددة هي طاقة نظيفة العامل الرابع هو خلق فرص عمل جديدة في مجال جديد والعامل الخامس هو التطور الكبير في تقنية الطاقة المتجددة وترشيد الاستهلاك صيحات هندسية أفرزها العصر العولمي باتت تراعي في تصميم مبانيها وإنشائها وتشغيلها وصيانتها وحتى تجديدها البيئة المرافقة والنظر بعين الاعتبار إلى راحة وصحة شغليها بالدرجة الأولى ولفترة أطول الحديات الرئيسية في المدن المستدامة هي تتعلق في التلوث البيئي نحن بحاجة لمياه ولنوعية هواء جيدة نحن بحاجة لننقل الناس من مكان إلى مكان آخر بطريقة حديثة أكثر أو فيها تفكير يعني out of the box عندك المحافظة على الموارد الطاقة والطاقة المستدامة التي هي من الطاقة الشمسية أو الهواء إن بقاء المدن وديمومتها تكمن في الشروط السليمة التي تضمن لها حياة وارفة وفي أصول البناء الحديث تكثر الحاجة إلى الاستعانة بنظام المدن الخضراء التي أثبتت صلاحها في التخفيض من نسبة الانبعاثات الغازية للاحتباس الحراري في المباني والتقليل من تكلفة الطاقة والمياه المستخدمة فيها بشكل لا يعود فقط بالفائدة في التقليل من التكلفة التشغيلية وحسب وإنما هي طريقة مثلة للحد من تأثيرها السلبي على جوانب العمل المتصقة بها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية منها هذه الدورة هي حقيقة تمكن الحضور لكل المشاركين في أن يضعوا أسس طيبة لأن المدن تكون نظيفة وخضراء من صالح لصالح الإنسان في أن يعيش بيئة من حق الإنسان أن يعيش في بيئة نظيفة في بيئة نقية خالية من الملوثات بطاقة رخيصة ونظيفة مقاييس معتمدة ونتائج علمية مثبتة خرجت من رحم تلك التجارب التي نفذت لتؤكد على الجدول البيئية التي تضمنها التطبيقات الهندسية الحرفية للمباني المستدامة في جلب أداء اقتصادي عال يصاحبه إحلال محيط نموذجيا لمعيشة الإنسان على وجه الخصوص لتلفزيون البحرين محمد رشادات ترجمة نانسي قنقر